وإلى محافظة أسوان حيث انطلقت اليوم القافلة العلاجية بوحدة طب أسرة قرية الجعافرة التي تمت سبعة تخصصات مختلفة بالإضافة للصيدلية التي تواجد بها أكثر من مائة صنف من العلاج وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على المئات من المواطنين حيث تم تقديم العلاج بالمجان وتحويل عدد من المترددين للمستشفى التابعة لوزارة الصحة لإجراء العمليات الجراحية وعمل أشعة ترانين مغناطيسي ومقطعية هذا وقد بدأت القافلة أعمالها من يوم الاثنين الماضي بمنطقة خور عواضة وأمس بقرية الأعقاب في إطالة تعاون ما بين مديرية الصحة بأسوان وجمعية الهلال الأحمر نحن هنا متواجدون بوحدة طب أسرة الجعافرة لنستقبل القافلة الطبية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر وبها تخصصات أطفال وبطنة وأنف أذن ونسى وعظام وجلدية ورمد بالإضافة طبعا إلى الصيدلية التي يتوافر بها أكثر من مائة صنف من العلاج المجاني نحن جايين هنا في القافلة عشان بنقدم للناس دعم نفسي وبنعرفهم بالخدمة بتاعتنا وبنعرفهم كمان برقم الغرفة بتاعت الدعم النفسي بنقدم أنشطة للأطفال الصغيرين بيبقى معي ميسر بيساعدني في ده بقدم لهم زي توعية عن الموضوعات معينة زي مثلا الضغوطة النفسية تربية إيجابية للأطفال رعاية ذاتية زي نهتمي بنفسنا معظم الحالات اللي بتقابلنا حالات الماء البيضاء بنشوفها كتير جدا هنا في أصوان بالزات بين النساء الفيميلز حالات تانية طبعا محتاجة نظارات كتيرة جدا حالات الانفكشن كتيرة جدا رفت النهاردة في قافلة طبية في قرية الجعفرة فقلت انتهز الفرصة وجيت تم الكشف العيون ما شاء الله ده كترة شغلين كويس كشف مجاني العلاج مجاني اشتركوا في القناة